أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان مظهر من مظاهر وقوف الشرع الشريف بجانب الإنسان في كل خطواته الإنسان في هذه الحياة يخطو خطوات يقدم على أمور أي أن كانت هذه الأمور سواء كانت أمور حياتية تتعلق بالزواج أو تتعلق بالعمل أو تتعلق بالشراء والبيع وما شابه ذلك الإنسان وهو يقدم على هذه الأمور يحتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى يأتي الشرع الشريف فيضع للإنسان أمرا ما إذا ما سلكه تحققت للإنسان الرعاية وجاءه المدد والعون هذا الأمر الذي وضعه الشرع الشريف والذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة الاستخارة قد يظن الإنسان أنه لا علاقة لصلاة الاستخارة بوقوف الشرع الشريف بجانب الإنسان لكن في الحقيقة صلاة الاستخارة أحد الأمور الأساسية التي تشير إلى وقوف الشرع الشريف بجانب الإنسان وذلك لأن الإنسان إذا تردد في أمر من الأمور وإذا أراد أن يقدم على شيء من الأشياء إذا أراد أن يتقدم لخطبة فتاة مثلا أو إذا أراد أن يقدم على عمل أو أن يبيع أو أن يشتري أو كذا أو كذا من الأمور الحياتية التي يحتاج إليها الإنسان عندئذ يكون الإنسان متشوفا إلى وقوف الشرع الشريف بجانبه يكون الإنسان متشوفا إلى مدد الله سبحانه وتعالى وإلى عونه وإلى إرشاده للعبد إلى الطريق الصحيح وإلى الاختيار الذي فيه مصلحة الإنسان في حياته وفي آخرته يقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس ويعلمهم صلاة الاستخارة كأنه يعلمهم القرآن الكريم كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة يعني يصلي ركعتين بنية صلاة الاستخارة ثم يقول الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متحلين بهذا الأمر فنجد مثلا السيدة زينب بن تجحش حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ليعرض عليها أو ليخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوجها ماذا فعلت؟ كما تقول الرواية قالت السيدة زينب انتظر حتى أستخير الله سبحانه وتعالى قامت فصلت ركعتين بنية الاستخارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجه الناس وكان قد أرشدهم إلى أهمية هذه الصلاة ولذلك فكل من أراد أن يقدم على أمر من الأمور إن عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة صلاة الاستخارة عبر عن دحاء فالإنسان يقول اللهم إني أتوجه إليك أو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فيسره لي وإن كنت تعلم أن فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وأجله فابعده عني واصرفه عني واصرفني عنه هذا في حقيقته دعاء وهو لجوء إلى الله سبحانه وتعالى فصلاة الاستخارة فيها خروج من حول الإنسان إلى حول الله وقوته فالإنسان لا حول له ولا قوة وإنما الحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالى إذن أيها المشاهد الكريم احرص على صلاة الاستخارة في كل أمر تريد أن تقدم عليه ولا تدري الصواب فيه ولا تدري هل فيه الخير أم لا احرص على أن تصلي ركعتين بنية صلاة الاستخارة ثم انظر بعد ذلك إلى ما يوفقك الله سبحانه وتعالى فهذا اختيار الله وهذه إرادته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه إنه سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته